وحصلت الحدث على نسخة من مشروع قرار وزعته مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية على أعضاء مجلس الأمن من أجل ضمان وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان القرار مكون من أربع فقرات تمهدية وأربع فقرات إجرائية ينص أولها على المطالبة بوقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان على أن تحترمه جميع الأطراف أما الفقرة الثانية فتدعو إلى إطلاق سراح غير مشروط وفوري لجميع الرهائن مع ضمان إمكانية الوصول إليهم للتعامل مع أي احتياجات طبية أو إنسانية لديهم كما يشدد القرار في فقراته الثالثة على الحاجة الماسة لتوسيع نطاق تدفق المعونات الإنسانية ودعم حماية المدنيين في كامل قطاع غزة يكرر مطلبه برفع كافة العراقيل أمام توصيل المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وفي الفقرة الرابعة والأخيرة يطالب القرار بأن يراقب مجلس الأمن تنفيذ الأطراف المعنية البنودة السابقة وبصورة فعالة لهذا الأمر قال ديبلوماسيون للحدث أن التصويت على مشروع القرار الجديد في مجلس الأمن لم يحدد رسميا بينما مشروع القرار الأمريكي لا يحظى بالتأييد حتى الآن ترجمة نانسي قنقر